ووفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم إرسال 65 طن من الأدوية والمستلزمات بقيمة 14 مليون جنيه إلى دولة فلسطين لدعم الأشقاء المصابين في قطع غزة وعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زي التجهيز 11 مستشفى بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة فضلا عن دعم شمال سيناء ب37 فريقا طبيا في مختلف التخصصات أشارت الوزيرة إلى دفع بمجموعة من فرق انتشار سريع بمعبر رفح البري تضم أطباء الطوارئ ورعاية وجراحة وعظام بالإضافة إلى فريق من الحجر الصحي من مدرية الشؤون الصحية بشمال سيناء وفرق تجهيزات هيئة الإسعاف فضلا عن توفير فرق التمريد وأطباء الطوارئ التابعين لرعاية العجلة لتنصيق بين طوارئ المستشفيات وتعاون مع الإسعاف لنقل الحالات الحارية